موسيقى 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 بها في الأيام القادمة والشهور القادمة إن شاء الله هي فكرة مؤتمرات قطاعية هنبدأ يمكن في مايو القادم فكرة نحن نعقد مؤتمر خاص بالسلاح الأراضي فبالتالي وزارة الزراعة هتكون معنية بهذا الأمر والمناسبة سيد وزير الزراعة وسيد وزير الرأي أيضا يعني بيشجعونا وبيدفعوا هذه الفكرة ونوجه لهم كل الشكر في هذا الصدد أيضا هيكون في مؤتمرات للمحافظات كل محافظة هنعمل لها مؤتمر خاص بيها بحيث أنها تيجي تعرض فرص استثمار اللي موجودة في هذه المحافظة ونترحها على الرأي العام في مصر وعلى المستثمرين أيضا سواء كانوا مصريين أو عرب أو طبعا في العالم الخارجي وبالتالي احنا هنكون بمثابة إضاءة مستمرة للإستثمار في مصر إضاءة مستمرة للحفاظ على قوة الدفع الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي هنحاول نحافظ على المكاسب اللي احنا حصلنا عليها من خلال هذا المؤتمر هنحاول نحن نرصد إذا كان هناك عقبات أو مشاكل أو روتين أو خلافه في التعامل مع المستثمرين سواء كانوا عرب أو أجانب أو مصريين وبالتالي احنا هنكون مجرد باب زي ما قلنا وهيكون باب وصل إن شاء الله مش هيكون باب مغلق باب مفتوح للجميع يستطيعوا الانطلاق منه يستطيعوا أن هما يتبدلوا الأفكار يستطيعوا أن هما يضعوا حتى بعض الأفكار الجديدة لمشاريع جديدة وكيفية تطبيقها احنا هنكون بمثابة يعني بنك للأفكار خاص بالدفع التنمية في مصر وأتمنى أن الجميع يعني يقدم ما عنده في هذا الصدد باب مفتوح للجميع المشاركة ما عندناش أي قيود سواء كانت مشاركة من دول أو من شركات أو من الوزارات المعنية هنا في مصر مصر باب الوصل أعتقد أن هي فكرة هتلقى قبولكم وأستحسنكم وأعتقد أنها هتنجح ليه؟ لأن هي فكرة مجردة مفيش من وراها أي أهداف إلا اقتصاد وطنة تنمية الإنسان المصري تنمية الاقتصاد المصري دفع جهود التنمية في مصر والعلمكم هو ده السلاح أو الخطوة الأولى لمكافحة الإرهاب التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية هي الخطوة الأولى لمكافحة الإرهاب التنمية الاقتصادية هي خطوة الأولى للاستقرار السياسي في مصر اللي احنا بنا نشهده في فترة جاية التنمية الاقتصادية في مصر هي الخطوة الأولى للحفاظ على العالم العربي من هجمة شرسة لم نراها في تاريخنا الحديث حتى الآن وبالتالي نحن منضع البداية للأمن القومي المصري من خلال هذا المؤتمر من خلال مصر باب الوصل أعتقد أننا معنيين تماما بأمن هذه الدولة الأمن القومي المصري يبدأ من الداخل ولو أيضا من المؤكد رعافة خارجية ولكن عندما نصل إلى الاستقرار الداخلي والسلام المجتمعي أعتقد أننا ممكن نحقق أشياء كثيرة ونصل بهذه الدولة إلى قيادة حقيقية للمنطقة ودور ريادي تستطيع أن هي تفخر به في الأيام القادمة دي مقدمة أنا أعتقد كانت ضرورية عشان طبعا أنت قدامكم مكتوب كل الأفكار الموجودة في هذا المشروع أو في هذه الفكرة ومين اللي بيخطط لها ومين اللي بيشتغل فيها وبالتالي معلمات كلها متوفرة لديكم لكن أنا حبيت أوضح لكم إيه الدور اللي ممكن تقوم به هذه الفكرة اللي هي مصر باب الوسط إيه الدور اللي احنا ممكن نكون معنيين به داخل هذه الدولة وأعتقد أن أنتم كلكم يعني هتشجعونا في هذا الصدد ومحتاجين تشجعكم محتاجين مزندتكم محتاجين أفكاركم في الفترة الجاية أنا أشكركم وأعتقد أننا بعد كده يكون في أسئلة وجود ترجمة نانسي قنقر